بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الثالثة من الوحدة الثالثة وهي بعنوان ما لا يتم الواجب إلا به هل يكون واجبا هذه مسألة بحثها علماء الأصول بهذا الاسم تارة كما بحثوها باسم آخر فقالوا حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف كما أنها تسمى بمقدمة الواجب وجدير بالذكر أن الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وأن المراد من الشرط الشرعي هو ما كان اعتباره شرطا مستندا إلى الشرع كالطهارة بالنسبة للصلاة فإن عدم الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة والذي اعتبر الطهارة شرطا إنما هو الشرع نبدأ أولا بتحرير محل النزاع في هذه المسألة وبيان الأقسام فيها فنقول ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام أولها ما لا يكون داخلا تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة إلا به فإن المكلف لا قدرة له على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد وهذا القسم لا يجب بالاتفاق القسم الثاني ما يكون داخلا تحت قدرة العبد إلا أنه لم يؤمر بتحصيله وهو ما يتوقف عليه وجوب الواجب وهذا القسم لا يجب بالاتفاق أيضا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع أما السبب فمثاله بلوغ المال النصاب فإنه يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب على المكلف أن يحصل النصاب لتجب عليه الزكاة ومثال الشرط الإقامة أي ترك السفر فإنها شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيل الإقامة وترك السفر إذا عرض مقتضاه ليجب عليه الصوم وأما مثال المانع فالدين الذي ينقص المال عن النصاب فإنه لا يجب على المكلف نفيه لتجب عليه الزكاة القسم الثالث ما يكون داخلا تحت قدرة العبد مع كونه مأمورا به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة هل يكون واجبا اختلف العلماء في ذلك على أقوال الراجح منها أنه يكون واجبا وهذا مذهب الجمهور وهو ما اختاره ابن قدامة في الروضة والدليل على ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في الواجب لأن الواجب لا يكتمل إلا به وما لا بد منه في الواجب يكون واجبا والله تعالى أعلى وأعلم حكم الزيادة على أقل الواجب وهذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة وهي مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به ووجه التفريع أن الزيادة على أقل الواجب لاحقة للواجب من آخره كما أن ما لا يتم الواجب إلا به داخل على الواجب من أوله وأيضا فإن الزائد على أقل الواجب لا يتوقف عليه ذلك الواجب لا في وجوبه ولا في وجوده فلا يكون واجبا نبدأ أولا بتحرير محل النزاع فنقول الزيادة على أقل الواجب لها حالتان الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة عن الواجب أي منفصلة ومستقلة عنه مثل صلاة التطوع بالنسبة إلى الصلوات الخمس وهذه الزيادة ليست واجبة بالإجماع وإنما هي ندب اتفاقا إذ لا نص في وجوبها ولا إجماع ولا جامع بينها وبين الواجب حتى تقاس عليه ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود فالزيادة في هذه الحالة محل خلاف بين العلماء على مذهبين المذهب الأول أن الزيادة في هذه الحالة لا تكون واجبة بل مندوبة وهذا قول أبي الخطاب الكالوذاني وابن قدامة وأكثر العلماء دليل هذا المذهب أن هذه الزيادة يجوز تركها بالاتفاق فلا تكون واجبة ولو كانت واجبة لما جاز تركها والمذهب الثاني يرى وجوب هذه الزيادة وهذا قول القاضي أبي يعلى ومن وافقه ودليل هذا المذهب أن الواجب قد تأدى بالكل أي بأقل الواجب والزيادة فيكون سقوط الواجب منسوبا إلى فعل الكل فيكون الكل واجبا ويلزم من ذلك أن هذه الزيادة واجبة لكن هذا الدليل ورد عليه جواب أن لا نسلم أن الواجب قد تأدى بالكل وإنما تأدى بأقل ما يحصل به فقط دون ما زاد عليه بدليل صحة الاقتصار على ما يتأدى به الفرض فقط والراجح في هذه المسألة هو المذهب الأول القائل بأن الزيادة على أقل الواجب التي لا تتميز عنه لا تكون واجبة وإنما تكون مندوبة والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر